إن الذنوب أنواع وأشكال كل ذلك أمركم الله تعالى بتركه في قوله وذروا ظاهر الإثم وباطنه إلا أن من أخطر أنواع باطن الإثم الحسد نعوذ بالله منه فالحسد من أعظم الأدواء التي تصيب القلوب وتبتلى بها الأفئدة فلله ما أعظمه من بلاء فما دخل الحسد قلبا إلا أفسده ولا أصاب نفسا إلا خربها الحسد عباد الله من أوائل الذنوب التي عصي الله تعالى بها وكانت سببا لفساد كبير حتى قيل إن أول ذنب عصي الله تعالى به الحسد فاتقوا الله أيها المؤمنون طهروا قلوبكم من الحسد والغل وسائر الآفات أتعلمون أن إبليس إنما امتنع من السجود لآدم لما أمره الله تعالى بالسجود له حسداً وكبراً قال الله تعالى قال ما منعك أن لا تسجد إذا أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين كبر وحسد ولا قتل قابيل هابيل إلا من الحسد إذ قربا قرباناً فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين